بعد ست سنوات من توليه رئاسة لبنان قادر ميشيل عاون البالغ من العمر 89 عاما قصر الرئاسة بعد انتهاء مدة ولايته تاركا فراغا على رأس الدولة اللبنانية وذلك بعد أن عجز البرلمان حتى الآن على الاتفاق على من يخلف عاون في هذا المنصب وقد وقع عاون على مرسوم باعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة وقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة وضف عاون خلال كلمته الأخيرة كرئيس أن المنظومة الحاكمة في البلاد هي التي تقف وراء الأزمة الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون وتفشي الفساد وتعطيل سير القضاء كيف ما ننأمن أنه المسؤولين الموجودين حاليا بدون يعمروا دولة يمكن المتهمين بالفساد هن جواعتهم لا بدون يلاقيوا حماية لك لو كان الحاكم صالح كان أين بيحكمون ولكن لأنه بيخصوا ما بيحكمون وعاون شخصية مثيرة للانقسام في لبنان إذ يدعمه العديد من المسيحيين الذين يعتبرونه المدافع عنهم في النظام الطائفي في لبنان لكن منتقديه يتهمونه بتمكين الفساد ومساعدة جماعة حزب الله المسلحة على كسب النفوذ وشهدت رئاسة عاون قتال الجيش اللبناني لمتشديدين إسلاميين على الحدود السورية في عام 2017 بمساعدة حزب الله وإجازة قانون انتخابي جديد في 2018 وفي أسبوعه الأخير في القصر وقع عاون اتفاقا بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل وأشهد أنصاره بهذه الإنجازات لكن منتقديه يقولون أن تلك النجاحات المتواضعة تتضاءل مقارنة بالانهيار المالي الذي دفع بأكثر من 80% من السكان إلى براثين الفقر وأدى إلى أوسع احتجاجات مناهضة للحكومة في التاريخ الحديث إذن مشاهدين شهدت فترة حكم ميشيل عون التي استمرت أكثر من 6 سنوات أزمة سياسية واقتصادية متلاحقة كما شهدت أيضا انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 الذي لم تنتهي تداعيته إلى الآن مع نهاية أكتوبر 2022 تنطوي صفحة ولاية الرئيس اللبناني ميشيل عون وهو الرئيس الثالث عشر للجمهورية اللبنانية هي ولاية بدأت قبل 6 سنوات بتسوية سياسية بعدما عانت البلاد من الفراغ الرئاسي لأكثر من سنتين حكم عون تزامن مع أزمة اقتصادية خانقة صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ ثلاث أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر وقد تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة تتخطى التسعين بالمئة وبات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر أسوأ عهد هذا إجراء على تاريخ لبنان كل وسواه من وضع السياسيين اللي هن كان بينهم بحاله مصلحتهم شخصية يعني ما فيه نقول أنه عهد منيح ولا عهد وحيش بس أنه تعذبت العالم يمكن إذا كان غيره بنفس العهد كمان يمكن كانت نفس القصة والبديجة وراء ما بفتكر فيه ألع التأليع مؤيدون رئيس عون اعتبروا أنه بذل كل الجهود الممكنة لمحاولة حل الأزمة من خلال إقرار بعض القوانين الإصلاحية كرفع السرية المصرفية في حين أن معارضين لسياسته ولنهج الطبقة السياسية كلها طالبوا باستقالته في احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر عام 2019 بالعام 2020 خلف لبنان للمرة الأولى عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية وأعلن بلد مفلس بشكل أو بآخر طبعا بالعام 2020 فشلنا فشل الدريع بإقرار كل الإصلاحات المطلوبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي من التدقيق الجنائي لعادة هيكلة المصارف لإقرار الكابيتل كونترول والسرية المصرفية وتخفيض العجز بالموازن العام إلى المستويات المقبولة توحيد سعر الصرف على خط آخر شهدت ولاية عون اتفاقا وصفة بالتاريخي بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة في حين أن انتقادات أخرى بقيت تطالعون على المستوى السياسي إذا بدنا نحكي بموضوع الترسيم هو الشي الوحيد يلي بيعطي بسيس أمل بإيجابية ضمن هذه الولاية لكن أيضا هذه الولاية أخذت لبنان مش عجهنم مثل ما قال الرئيس عون إلى ما بعد بعد جهنم الورطة الكارسي الاقتصادية يلي وقعنا فيها بسبب هذه السياسة بسبب سياسة غبية تغطي مجموعة غير شرعية تعاند العالم بأسر ووصلتنا إلى أنه صار علينا كماشة اقتصادية الدول بدأت تساعدنا بدأت تطلع فينا بدأت تؤفحدنا الفترة الرئاسية شهدت عرقلة التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت في العام 2020 الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وخلال ولاية عون عانى اللبنانيون من طوابير الخبز والمحروقات والأدوية وغيرها من الأمور الحياتية يترقب اللبنانيون ما سيحصل على المستويين السياسي والاقتصادي بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشيل عون وهم يتخوفون من فراغ رئاسي ودستوري بسبب عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد للبلاد من بيروت رودين أبي خليل الحرة وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت كل من وليد الأشقر عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر أهلا بك معنا ورحب أيضا بضيف غسان ريفي الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير جريدة سفير الشمال اللبنانية أهلا بك معنا بالتأكيد أبدأ معك هذا الحوار سيء وليد الأشقر الآن مع مغادرة الرئيس المنتهية ولاية ميشيل عون قصر بعبد اليوم قبل ذلك أيضا فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس الجمهورية من خلال أربع جلسات إلى أي مدى الآن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هي قادرة على أن تقوم وتسير أمور البلاد حكومة تصريف الأعمال ستبقى بموضوع تصريف الأعمال بالإطار الضيق يعني البريد اليومي وتوقيع بعض البريد اليومي للوزراء من صرف للرواتب وما إلى ذلك لكن لا يحق لحكومة تصريف الأعمال خصوصا بعد توقيع رئيس الجمهورية صباحا اليوم مرسوم استقالتها وقبول الاستقالة رسبيا لا يحق لحكومة تصريف الأعمال القيام بصلاحيات رئيس الجمهورية إذ أن هذه الصلاحيات لا تنطبق إلا على حكومة كاملة المواصفات وهذا ما لا ينطبق على حكومة الرئيس مخاطئة الحالية وبالتالي ستبقى هذه الحكومة تصريف الأعمال في الإطار الضيق لا يحق لهذه الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء على سبيل المثال وبالتالي لا تستطيع هذه الحكومة استلام صلاحيات رئيس الجمهورية هذا تحدي أمام الجميع أن هناك مشكلة أساسية بالبلد وهي فراغ سدة الرئاسة من رئاسة الجمهورية وبالتالي على جميع النواب الـ 128 في المجلس النيابي أن يجتمعوا بشكل يومي لربما لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن إذ لا مجال لأي حكومة للحكومة الحالية لتصريف الأعمال بشكلها الحالي ولكن سيد وليد الأشقر في هذه النقطة تحديدا أثارت الكثير ربما من الجدل خصوصا أن هذا القرار يراه البعض بأن التوقيع على مرسوم استقالة الحكومة من المفترض أن يأتي مع مرسوم تشكيل الحكومة في ذات الوقت ليس هناك نص دستوري يفرر على رئيس الجمهورية توقيع هذا المرسوم وذلك المرسوم بنفس الوقت النص الدستوري واضح على رئيس الجمهورية توقيع مرسوم قبول الاستقالة وهذا ما فعله ولكن بالمقابل بما أن الرئيس ميقاتي لم يتشاور حتى الساعة ويتفق مع رئيس الجمهورية على تشكيلة حكومية جديدة لن تصدر المرسوم الأخرى أي المرسومين الآخرين تكليف رئيس الحكومة بتشكيل هذه الحكومة والمرسوم الآخر هو تسمية الوزراء هذين المرسومين بحاجة إلى توقيع أو المرسوم الأخير بحاجة إلى توقيع رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية التحدي أمام رئيس ميقاتي اليوم وما زال لديه حوالي 28 ساعة إلى مساء الغد أن يذهب غدا صباحا إلى رابي إلى منزل رئيس الجمهورية ويتشاور معه على تشكيلة حكومية تراعى فيها المعايير الموحدة وهذه نقطة أساسية إذا كان هناك معايير موحدة أنا أؤكد أن رئيس الجمهورية مستعد لتوقيع أي حكومة يتفق عليها مع رئيس ميقاتي وإذا كان رئيس ميقاتي مصر على تسمية وزراء أو اختراح تسمية وزراء محسوبين على فريق معين ويمنع على فريق آخر تسمية وزراء من حصته هذا لا يعني أن هناك أمكانية لتشكيل حكومة من اليوم وحتى مساء الغد التحدي هو في يد الرئيس ميقاتي معه 28 ساعة حتى مساء الغد أنتقل إلى ضيف سيد غسان ريفي أهلا بك معنا في هذه الحلقة من الحرة الليلة سيد غسان في هذه النقطة التي وصفت بأنها السابقة في لبنان كيف يمكن أن تقرأ لنا هذه الخطوة التي قام بها الرئيس المنتهي ولايته ميشيل عون وخصوصا بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اعتبر بأن المرسوم الذي وقعه الرئيس عون يفتقر إلى أي قيمة دستورية بحكم أن هذه الحكومة مستقيلة بالأساس تحية لك في البداية ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة الحرة طبعا يعني المرسوم الذي وقعه الرئيس ميشيل عون اليوم لا قيمة دستورية له فعلا وهو لزوم ما لا يلزم خصوصا بأن الحكومة مستقيلة والدستور لا يقبل الفراغ بتاتا وكان على رئيس الجمهورية في حال أراد أيضا توقيع أو لقي أصدار هذا المرسوم كان عليه أن يكلف رئيس الحكومة بتصريف الأعمال لأنه هو من أقسم على حماية الدستور وهو من أقسم على حماية البلاد والدستور في هذه الحالة لا يقبل الفراغ وطبعا يعني اليوم يبدو بأن الرئيس عون يريد أن يفرغ السلطة من كل مكوناتها في نهاية عهده لأسباب كيدية سياسية نتيجة عدم القدرة على تشكيل حكومة يكون لتياره السياسي اليد الطولة فيها والنفوذ الأكبر فيها أيضا لا يمكن لرئيس الحكومة لرئيس الجمهورية أن يوقع هكذا مرسوم خصوصا بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يقدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية وإنما الحكومة استقالت بقوة الدستور بفعل الانتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار الفائد وبالتالي الدستور اللبناني هو من يطلب تصريف الأعمال من الحكومة وطبعا يعني اليوم كان يفترض بالرئيس عون أن يحمي الدستور في هذا المجال علما أيضا بأنه لا يمكن اليوم للبنان أن يبقى من دون حكومة لا يمكن للبنان أن يبقى من دون سلطة وطبعا كما قال الخبير الدستوري في لبنان النائب السابق بأن من يسعى إلى تفريغ السلطة قد يعاقب بتهمة الخيانة العظمى وطبعا اليوم كلنا نعلم الأزمات المتلاحقة التي يشهدها لبنان والأوضاع الاقتصادية الصعبة وهذا واضح خصوصا أن هذه الأزمة الاقتصادية تسير على نحو متسارع منذ ثلاث سنوات تحديدا ولكن الآن سيد غسان ريفي الكرة الآن بملعب من هل بيد نجيب ميقاتي أم بيد مجلس النواب وخصوصا أنه حتى الآن لا يوجد مرشح رئاسي قادر حتى اللحظة على أن يحصل على الأكثرية المطلوبة في البرلمان أنا أتفق مع ضيفك الكريم بأن على مجلس النواب أن يعقد اجتماعات متلاحقة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن البلاد لا تحتمل الفراغ ولا يمكن اليوم أن يستمر الوضع على ما هو عليه لذلك لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية لكن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لأن الرئيس نجيب ميقاتي قدم تشكيلة حكومية في 29 حزيران الفائد أي قبل أربعة أشهر وحتى الآن لم يناقش فيها ولم يتم عقد لقاء جدي للبحث في هذه التشكيلة وكان الرئيس نجيب ميقاتي قال في السابق وقبل تكليفه بأنه يريد أن يشكل نفس الحكومة مع تعديلات بسيطة لا تمس بجوهر هذه الحكومة وبما أن رئيس الجمهورية اليوم يتحدث عن المعايير الواحدة أو عن وحدة المعايير فرئيس الجمهورية هو من وقع على حكومة معا للإنقاذ وهو من أشهد بها وهو من تعاون معها وهو من أبدأ اعتزازه بالتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي قدم تشكيلة مماثلة لحكومة أو تكاد تكون كما هي نفسها لحكومة معا للإنقاذ باستثناء تعديلين بسيطين أولا على المقعد السني لضمان أخذ الثقة من النواب السنة وثانيا لمراعاة التوازنات السياسية التي أفرزتها الانتخابات النيابية في المقعد الدرزي فلماذا اليوم نعود إلى نغمة وحدة المعايير طالما أن الحكومة التي وقع عليها رئيس الجمهورية وتعاون معها لسنة كاملة نستمع إلى وجهة نظر ضيف وليد الأشقر ما رأيك سيد وليد في هذا الكلام الذي يقوله ضيف السيد غسان ريفي إذا ما ضفنا عليه أيضا خطاب الرئيس عون والذي هاجم فيه القضاء هاجم فيه حاكم مصرف لبنان تحدث عن الفساد قال بأن المنظومة الحاكمة أوصلت لبنان لما هو عليه وأن الحكم في لبنان أصبح سأريا وكأنه وضع المسؤولية على الجميع باستثناء التيار الوطني الحر سيدتي الرئيس عون هو الوحيد في الجمهورية اللبنانية الذي أقسم بالحفاظ على الدستور وهو يطبق قسمه بالفعل الرئيس الجمهورية هو من يحمي الدستور حمايته للدستور أوجبت عليه توقيع مرسوم استقالة الحكومة صباحا اليوم إذ أنه يمنع على رئيس الحكومة المكلف أو رئيس حكومة التصريف الأعمال من القيام بدور رئيس الجمهورية أو القيام بصلاحيات ليست له منع اليوم رئيس الجمهورية الرئيس نجيب مقاطي من تعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية ولذلك هذا هو دور رئيس الجمهورية المؤتمن على الحفاظ على الدستور بالعودة إلى سؤالك الآخر بالتأكيد موقع رئيس الجمهورية اليوم كان مكبلا من موقعه إذ أنه لا يستطيع أن يكون إلا على مسافة واحدة من الجميع لكن مع نهاية ولايته أضاء على مكام الخلل في هذه المنظومة الفاسدة ومنها فساد القضاء اللبناني هناك عدد كبير من القضاء الفاسدين والذين يتأثرون بالمواقف السياسية لهذا الفريق السياسي أو ذاك الفريق السياسي ويأخذون القرارات من وجهة نظر سياسية وليست من وجهة نظر قضائية البكتر وبالتالي التيار الوطن الحر أليس الكثة الأكبر في البرلمان وهذا القضاء يجب أن يكون مستقلا وكل هؤلاء السياسيين الذين حملهم الرئيس القضاء المسؤولية ألم يكون هو على رأس السلطة لست سنوات متتالية سيدتي سيدتي هناك فرق هناك فرق كبير بين أن يكون للتيار الوطني الحر الكتلة النيابية الأكبر وبين أن يكون للتيار الوطني الحر الأكثرية النيابية هناك فرق كبير الكتلة النيابية الأكبر بسبب توزع القوى على كتل لا تتعدى الكتلة النيابية الواحدة 10 أو 15% من حجم مجلس النواب لربما كتلة التيار الوطني الحر هي حوالي 17 أو 18% من حجم المجلس النيابي 21 من أصل 128 هي الكتلة النيابية الأكبر لكن أي قرار سياسي عليه أن يحصل على 65 نائبا أي النصف ذائد واحد وهذا ما لا يملكه التيار الوطني الحر حتى الساعة ولا يملكه أي فريق آخر وبالتالي نحن محكمون بهذا البلد للتوافق السياسي بين عدد من الكتلة النيابية للوصول إلى رقم 65 وبالتالي إذا تمكننا من الوصول إلى هذا الرقم نستطيع انتخاب رئيس للجمهورية إذ أن هذا الموضوع هو الأولوية وليس تشكيل حكومة ستنتهي صلاحية واضحة هذه النقطة أنتقل بسؤال أخير واضحة النقطة لنستغل ما تبقى من الوقت سيد وليد الأشقر مع ضيف السيد غسان ريفي الآن في ضوء كل هذه المعطيات إلى أين سيتجه لبنان مع دخوله الفراغين الرئاسي والحكومة أيضا كما قلت لك بأن الدستور لا يقبل الفراغ وحكومة تصريف الأعمال ستقوم بعملها وفقا للدستور لكن لبنان مر بمرحلة فراغ رئاسي سابقا سيد غسان الحديث نعم مرة في مرة وكانت حكومة الحكومة هي التي تدير الشغور وأكثر من مرة مرة لبنان بهكذا حالة أيام الرئيس فؤاد السنيورة وأيام الرئيس تمام سلام لأن هناك دائما مشكلة في انتخاب رئيس الجمهورية لأن التوازنات السياسية في مجلس النواب تفرض التوافق وإذا لم يكن هناك توافقا على رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية لا يمكن الانتخاب إلا من خلال تسوية معينة ولكن اليوم ما يقولون به التيار الوطني الحر يكاد يخيل إلينا بأن الرئيس ميشيل عون وصل للتو يوم أمس إلى لبنان وفوجئ بأن هذا البلد فيه فساد في القضاء وأنه منهار ولم يخرج من قصر بعبداليوم وبعد حكم ست سنوات كان التيار الوطني الحر هو صاحب اليد الطولة في كل القرارات التي اتخذت فكانت له حكومات فيها له الثلث المعطل وكان المشارك منذ العام 2019 في السلطة وطبعا اليوم كلنا كنا نعلم بأن الحكومات كانت تتعطل لأن رؤساء الحكومات كانوا لا يريدون إعطاء التيار الوطني الحر الثلث المعطل وكلمة أخيرة اليوم في عهد الرئيس ميشيل عون هناك أكثر من سنتين في حكومة تصريف الأعمال من نتيجة تعطيل التيار الوطني الحر للحكومات لأنهم يريدون أن يكونوا داخل هذه الحكومات بنفوس كبير فكيف يصار اليوم إلى انتقاد السلطة وهو رأس السلطة اللغدانية الأدران الضيفاء ينتعي الوقت المخصص لهذا الملف غسان ريف الكاتب والمحلل السياسي ووليد الأشقر عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر شكرا جزيلا لكم